اهلين بالجميلين كيف كون ان شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نعمل القراءة العامة لبرج العطراء رح نشوف اليوم موضوع السحة والعمل والاسرة وما هو عاطفي بشكل عام واكيد رح تنطبق القراءة هذه على الناس اللي بتوصل نطاقتكم بنسبة اكبر واكيد رح تنطبق بنسبة مختلفة على الموجودين رح نبدأ مع موضوع السحة يعني بصراحة عم شوفك يا برج العزراء يعني تعبانين في منكم اللي تعبانين نفسيا وفي اللي تعبانين سرحيا واننا نشوفه ننفسر اكتر شايفة يا برج العزراء انه في منكم اللي عم يحس بالوحدة والشعور بالاحباط النتيجة لمجموعة من الضغوطات والاحداث الغير المتوقعة والمتراكمة لالو كذلك في منكم اللي عم يعاني من القلق والتوتر والاجهاد بالرغم يعني من انه عم بيبين حاله قوي يعني عم بيبين نفسه قوي للناس فشايفة منكم اللي عم يعني عم بيدور في الاشياء السلبية والتي لها تأثير سلبي على صحته فانت تحتاج الى التركيز على الاشياء الايجابية واخذ عطلة للترويج عن نفسك وممارسة التأمل والاسترخاء كذلك في منكم اللي مريض والوراء بيقول لك انه معركتك الاساسية هي مع مرضك الذي استهلك طاقتك فانت بحاجة الى استجماع قوتك والمضي قدما كذلك بعد الشر عليكم يعني عم شوف يعني كأنه في حدا عنده شي مرض يعني مزمن او اصابة قديمة او حاجة تخلص منا ورجعت له ثاني فيجب عليك في الحالة هذه ان تستجمع قوتك وتتوكل على الله العالي الشافي وتجدب الطاقة الايجابية التي ستساعدك على الشفاء كذلك في منكم اللي تعبانين من فراق شخص يعني تعبانين وهم كأنهم عم بيحاربوا بش موضوع قدموا فيه شغلات كثيرة شي حدا تخلى عنهم اختفى تركن بوقت ما كانوا متوقعين هالشي يصير كذلك في منكم اللي حاملين مسئولية مخليتهم من جوه تعبانين وحزينين عم شوف فيه ألم لفراق موجود وهذا الألم عم بيأثر على هدول الناس فالورق بيقول لك خد بالك من صحتك لأنها أهم شيء بالنسبة لإلك لأنها هي اللي رح تساعدك توصل للشيء اللي بدك ياه فأنت لازم تروح عن روحك ولازم تاخدوا بالكم من صحتكم وتقلصوا شوية من التفكير الكثير كذلك في منكم اللي عم يعمل استشفاء استرخاء أشياء حلوة بتساعد الإنسان إنه يحسن صحته ونفسيته رح نمر بالموضوع العمل عم شوفك يا برج العزراء يعني عم تشتغل بجهد ومنشغل بجد فأمورك العملية رح تكون في تحسن مستمرة كذلك في منكم اللي عم يدرس وملتزم بدراسته وعم يسعى للنجاح ومنكم اللي محتاج إلى التعاون مع الآخرين لإكمال مشروعه أو دراسته أو مشروع دراسة لأن المهارات المختلفة عندما تتجمعوا كفريق تكون أحسن لتحقيق نتيجة ناجحة كذلك يا برج العزراء عم شوفي منكم اللي شايتوا رزقة أو مكافأة بالطريق هي صغيرة يعني بس يعني مكافأة بالطريق قريبا على جهودك فعم شوف منكم اللي عم يعمل تدريب مهني أو تدريب داخل في دراسة فالأمور بشكل عام رح تكون طيبة كذلك في منكم اللي بيشتغل بجد بس ما عم بحس بالتقدير على الأعمال الشاقة اللي بيعملها سواء كان بالبيت أو بالشغل فما عليك إلا بالصبر وإن شاء الله الأمور رح تتحسن فالأمور بشكل عام في العمل رح تتيسر لإلكون كذلك عم شوف في منكم اللي بيعمل صنعة كثن أو خياطة إدارة يعني شغلة بيشتغل فيها والأمور رح تزدهر فعليك بالمتابرة والقيام بما تستطيع فعله الآن والباقي على الله كذلك في منكم اللي عم بيدور على شغل فقريبا رح يتوقف رح يتوفق إن شاء الله أمور طيبة في العمل يا برج العزراء فيما يخص الأسرة الأسرة فعم شوف في منكم اللي عندو شوية مشاكل بالأسرة هيك خلافات مشاكل بسيطة رح تتحل مع الوقت وهو في القريب العاجل كذلك عم شوف في خصومات يعني وعلاقات تكسرت نتيجة مواقف صارت شايفاكم تعرضتوا لصدمات قاسية داخل الإسراء منكم اللي وصلوا يعني للطلاق في اللي عندو مشاكل بالحمل يعني وهذا الموضوع تبع الحمل عملهم مشكلة كذلك عم شوف في عندكم بداية جديدة أو إذا كان مشاكل بالعيلي بالعلاقات فهناك تحسن للعلاقات وازدهار فهذه البداية الجديدة سواء كانت مع الأهل أو الأقارب أو مع الشريك لأننا نتكلم عن الأسرة فهذا شايفا أنه رح تتصلح العلاقتك بالأسرة وراح تصير أكثر تناغم كذلك في منكم اللي عم شوفوا مشتاق مشتاق للعيلي أو الأسرة لأنني شايفاه بعيد شايف الشخص هذا بعيد يعني ممكن يكون في بلد تاني عم يدروس عم يشتغل يعني مع العيلة في مكان تاني عم شوف تعود على الوضع وعم يحاكي عيلته عم بيحاكيها بحب وما يدلق إلون كاس الحب فالأمور رح تتيسر يا برج العزراء إن شاء الله تعالى وراح تمشي الأمور متل ما بدك يا برج العزراء في العواطف والأخاسيس والمشاعر فنجيكم كارت دووالت أمور طيبة فيما يخص الأسرة وعلاقات بهذا الشغل أما فيما يخص العلاقات فرح نحكي أول شي رح أعطي نظرة بشكل سريع فبشكل عام عم شوف في زواج طالعت لكم ورقة الزواج ورقة الأسرة السعادة الزواج توأم الروح توأم الروح في نجاح بداية جديدة كذلك في عودة ممكن يكون شخص من الماضي أو بداية جديدة فرح نفسر هذه الشغلات هذه شوية شوي حسب الحالة وحسب الشي اللي ظاهر عدنا كذلك حسب الوقت فبشوفك يا برج العزراء إنسان روحاني طالع لك ثلاثة أوراق إنسان روحاني جداً وعم تعمل أعمال روحانية وعم تفكر في شخص كثير والشخص هذا عم شوفه متواصل معك بالروح عم شخص هذا شايفه زعلان وغضبان وقلقان وبيفكر فيك يعني بالليل وفي من كون اللي حاسس إنه الحبيب غضبان ورايد تكلموا والشخص هذا صراحة هو متواصل معك ويرقبك كثير ومهتم بك كذلك فشيفك بيتراقبه كثير ومهتم به فممكن يكون هو غضبان منك أو متباعد عنك وممكن يكون يعني اختفى بشكل مفاجئ وأنهى العلاقة بسبب ما فهو كأنه مختفي ولكن هو عم بفكر فيك يعني كأنه مختفى ولكن هو بفكر فيك وزعلان عليك وهو زعلان عليك يا برج العزراء زعلان عليك شايفك اللي وحدك متواصل يا برج العزراء روحيا مع الحبيب شايفك كذلك مشغول في منكم اللي بيعمل استشفاء وفي اللي بيعمل عملية جذب مع الحبيب والأغرب انه في منكم اللي على علاقه بشخص جديد لكن بعده بيراقب الحبيب القديم وبيحبه بيفكر فيه فشايفك يا برج العزراء حاليا لوحدك يعني أو منفصل عن حد يعني بتحبه ولكن عايش حياتا رغم كل شي صار في منكم اللي عامله بلوك على السوشي الميديا ومع ذلك فالحبيب بيراقبك وانت بيراقبه في منكم اللي عنده تعلق فشايفك يا برج العزراء حاليا بتتواصل بالروح مع الحبيب فمنكم اللي يعني كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية يعني وانفصل عن الحبيب ولكن شايف الحبيب يعني زعلان عليك وفاقد الأمل وحاسس انه انت خلاص تجاوزتوا وبديت علاقة جديدة وفي منكم فعلا اللي عنده علاقة يعني جديدة ولكن بعده مهتم بالحبيب لانكم حاسين انه توأم الروح وبتحبوه كثير عم تحسوا انه توأم الروح وطالع عندكم لان الاوراق هادي تجي مجتمعة مش معقول فاكتر برج مبين عندي هون برج الجوزاء بلسبة كبيرة ميزان دلو ونحن ماشيون ونحن نقول الابراج اللي رح تبين معنا خلينا نشوف طاقتك يا برج العزراء شيفاك يا برج العزراء يعني واخد موقف وقافل كل شيء يعني كأنك مختفي او عم تخبي مشاعرك لان شيفاك يعني بتحب الحبيب وده شي واضح عني عم تخبي مشاعرك الحقيقية عن الحبيب ممكن عشان ما يعرف انك مهتم بيك وبعدك بتحبه او بعدك في عندك مشاعر لاله او انك قافل عليه عامل بلوك مختفي يعني خليت كل شي وراك يعني بدك وقت عشان تاخد قرار يعني او بعدك متردد حول القرار هذا أو حتى من خلال uh كل يا تقريت ولكن demande أو حتى من خلال uh كترة الجدال والخصومات قررت تاخد فترة او ترتفي بعد الشي اللي صار آآآآآآآآآع voi شيفاك يا برج العزراء يعني واخد موقف يعني يقافل منكم اللي واخد موقف من علاقة سلاتية يعني كذلك فيه لي متزوج يعني ومكتشف خيانة او علاقة تلاتية بس ان شاء الله رح يكون خير بس شايفاك بعدك عم تحب الحبيب يا برج العزراء ومهتم فيه كذلك في منكم اللي مهتم بحاله كتير ان شاء الله خير ففي منكم يا برج العزراء اللي عنده عرض زواج او خطوبة وهذا الشي عندي مأكد جيتوا بالطريق او ممكن تكون تعرضت عليه او انخطب لاني شايفاك يا برج العزراء بدك تستقر وتعمل عيلة مع الشخص اللي بتحبه كذلك شايفاك في تواصل روحي في عندكم تواصل روحي بينك وبين الحبيب كذلك في ملكون اللي مطلقين ومروا بتجربة قاسية او منفصلين يعني في عندي منفصلين كتير طاقات كتير شايفا يعني انه في منفصلين او مطلقين مروا بتجربة وبخيبة امل فعندكم بداية جديدة بداية جديدة مليئة بالاحداث السعيدة واكتر اتزانا فممكن يعني الشخص هذا اللي عندك معه بداية جديدة تحس انه السلمات او ممكن يكون هو نفسه الشخص الحبيب لانه طالع عندي السلمات خلينا شوفو انه طالع عندي السلمات او ممكن تكون بداية جديدة مع شخص من الوصف فرح تحس انه رح تحبه من اول نظرة ورح تحس انه السلمات وممكن يكون هو نفسه الحبيب لانه طالع عندي السلمات انتو بتشوفو يعني مش معقول يعني الاوراق تجي بالشكل هذا كل هاد الاوراق الحلوة تطلع لانكم هيك او ممكن تكون بداية جديدة مع شخص من الماضي كذلك منكم اللي برجح انه رح تكون عنده بداية جديدة مع شخص رح تحبوه رح تحس انه السلمات تبعكن كذلك ممكن يكون يعني رجوع لشخص من الماضي من خلال تجديد في العلاقة والتخلي عن الاخطاء الماضية فممكن يكون يعني شيء زواج او خطبة حمل للمتزوجين فالورقة هادي يعني تشير الى الاخبار السعيدة كذلك كما انها تخبرك ان الوقت هذا مناسب لبدء صداقات جديدة والخروج والتواصل اما اذا كان الشخص عازب او منفصل فهو فال جيد لالهم يعني فيه علاقات جاية بطريقكم علاقات جديدة كذلك عم شوف فيه اختلاف بينك وبين الحبيب يعني فممكن يكون يعني اختلافات هيك بالصفات بالعادات التقاليد يعني ممكن تكونوا من بلد مختلفة فالحبيب شيفاه يعني كثير زعلان شيف الحبيب يعني زعلان علا الشي اللي صار فهو بيشوفك انه انت رفيق الروح يعني والشخص المناسب ليه فأما انت يعني فيه منكم اللي تعود على الفراغ واللي عم يعمل جدب للحبيب او حتى ممكن يكون شي شغلة فيها سحر دعنا نشوف وممكن يكون شي حدا مدخل روح في هاي الشغلات يعني عم شوفك السلمات انتصوا الميت يعني انتصوا الميت مع بعضكم ففي منكم يعني دي عندو عم يعمل هيك تقييم الشي اللي صار او في قضية صايرة بيناتكم ممكن يكون يعني هاد الفراق صار بسبب او الطلاق صار بسبب علاقة ثلاثية شي طرف ثالث تدخل او الحبيب شي حدا فيكم خانة ثاني كذلك عم شوف فيه تعلق يعني فيه علاقة سولاسية بالموضوع وفيه تعلق شديد وعم شوف فيه مراقبة شديدة عم تراقب يا برج العزراء الحبيب والحبيب كمان يعني عم براقبك عم شوفكم متعلقين في بعض فيه ذكريات بناتكم بس عم شوف الشخص هاده نيته حسنى يعني الشخص هاده كذلك بيكنن لك مشاعر يعني ففيه منكم اللي عندو عودة شخص من الماضي والشخص هاده بعدو عم بفكر شو راح يعمل بالعلاقة هاده ممكن تكون علاقته التي عم بفكر بالاطراف هاده وبعدو ما اتخذ قراره هو حاليا بطاقة الانتظار فعم يحاول ليمسك زمام الأمور عشان يتخذ القرار يعني الصحيح ويكون مع الشخص اللي بيحبه لكني شايفاه زعلان يعني فيه شي صار يعني فيه خيبة امل خيانه شي شغلة صارت بناتكم بس بعدي بشوف الحبيب يعني بعدو مقدم كاس الحب ولكن هو متردد وعم شوفه تعبان فممكن يكون يعني فيه طلاق صار كذلك من منكم انفصال كذلك عم شوفي عندو مشاكل كثيرة بس فيه منكم اللي عندو زواج بالاخير ان شاء الله خير يا برج العزراء لاني بشوف في حدا عندو كذلك طلب زواج او خطوبة يعني من شخص من طاقة ترابية وممكن يكون طور او جدي يعني او يعني عزراء مثلك ممكن هو الشخص هذا عندو مركز جميل يعني وعنيد صفاته لكني برجح يكون برجه جديد كذلك هو حدا متعلق باهله بس فيه بس ما بحسك مبسوط بالعرض هذا فالعرض هذا يعني العرض هذا يعني علاقة جدية ولكني عم حسك مش مبسوط بالعرض كأنك حاسس انك مخدول على الصعيد العاطفي عم تفكر تنتقل يعني العمل جديد ففيه تغيرات عندك على الصعيد العملي والعاطفي يا برج العزراء طالع عندي كذلك فيه عودة من الماضي يعني الشخص من برج العزراء لا برج الجديد فممكن الشخص هذا يعني يرجع يعني طاقة ترابية هي الطاغية على الكراءة مش على الكراءة كلها بس على الشغلة هذه رح يفتح عن مشاعره ويطلب عغم الزواج كذلك في منكم اللي واقفين على الطلاق يعني ولكني بشوفكم صرت الشي اللي صار خلاكم أقوى وأكتر حكمة خصوصا إنكم أوفياء وكنتوا بتحبوا الشخص هذا وحنونين ولطيفين ومخلصين فشايفاكم لسا عم تفكروا بالحبيب وبدكم ترجعوا لأن الشخص هذا بالنسبة للكم هو السلميت ففي عندكم إذا كنتم متطلقين بداية جديدة فممكن تكون مع الشخص جديد رح تحسوا إنه السلميت أو ممكن يكون هو نفس الشخص أو شخص من الماضي لأنه مش معقول تحس بها الإحساس طالع لك سلميت كذلك شيفك يبرج العزراء في حاجة يعني أنت نفسك تعملها أريد توصل لأحلامك لكن يشايفك مشغول يعني بشغلات كثيرة في حياتك وهذا الشي مخليك تفكر إنك صعب توصل للشي اللي بدك إياه فممكن يكون يعني الشي هذا عم تحسوا لأنه ما في عندك استقرار مادي خصوصا إنك برج العزراء يعني شخص رومانسي وفي نفس الوقت بتحب الفلوس بتحب الاستقرار المادي شيفك كأنك في صراع ومش عارف توفق ما بين الحاجات ما بين حاجات كثيرة عندك يعني عم تفكر فيها منهم ممكن يكون يعني شخص مهتم به كثير وإنت منجلب له كثير أو شخص يعني بتكلموش بعض حاليا وإنت عايز تصالحه لكني شايف الحبيب إنه فاقد الأمل يعني في العلاقة وهو يعني شايفه حزين على الشي اللي صار عليك فممكن يكون تسرع وقفل عليك أو عمل لك بلوك أو اختفع فجأة أو تخاصمته فأنت أدرى بالشي اللي صار كذلك يعني يعني ممكن يا برج العزراء يكون تكون يعني أنت متزوج يعني ومش قادر ترتبط به الشخص اللي بتحبه أو هو اللي مرتبط ولكني شايفاك يا برج العزراء بتحب الشخص هذا فأنت لازم تنطم طاقتك وتعمل توازن كذلك في أبراج طالع عندي سرطان عقرب حوت في منكم اللي بيعمل توازن واللي منكم عم يتخذ قرار خصوصا انه فعلا في اللي مرتبط منكم يا برج العزراء متزوج ومفكر شنو يعمل ما بين الحب والزواج وعم بيحاول يتخذ قرار في الموضوع هذا لاني عم شوف الحبيب متواصل معاك ويراقبك وانت كذلك بتراقبه ولكني شايفاك متردد يا برج العزراء ولكني شايفا الشخص هذا يعني بده يجي يعني لعندك يقول لك شيء بده يبعث لك رسالة يعني هو عنده رغبة يساوي الشيء بس يعني عم بفكر فشايفا الشخص هذا شخص شجاع حازم يعني غير صبور عم شوفوا يعني طموح فيه منكم اللي الحبيب تبعه متمرد شوي جريء فيه منكم اللي رح يوصلوا اقتراح زواج لانه طالع عندي بطاقة الزواج وهاش شيء مأكد وبتمنى تكتبوا لي بالتعليقات او خطوبة وفيه منكم اللي انخطب او عنده زواج قريب فيه منكم كذلك اللي رح يتواصل معه برج الدور خلال الفترة هذه ورح يقول له رح يسمع كلام جميل ما كان متوقعه من برج الدور كذلك فيه منكم اللي عنده انتقال من بيت عنده انتقال لبيت جديد وشايفا منكم اللي عم يصرف كثير يعني الفترة هذه فلازم تنتبه على مصروفك يا برج العزراء فبرض النظر انك يا برج العزراء عم تخبي مشاعرك سواء للحبيب او عمله بلوك او مختفي او هو اللي عملك الشيء وانت يعني شايفاك عم بتحبه اللي شايفاه بعده عم بيتواصل معك يعني روحيا واني شايفاك مهتم يعني بنفسك عم ترتب امورك الشخصية والعائلية وفي منكم اللي عم بيفكر يعني في حل العلاقة الثلاثية وتعبان بسبب علاقة ارهاقته يعني عم شوف في ذكريات في شغلات من الماضي بعدك قابع فيها في ناس عندهم تعلق بشخص يعني كتير ونصيحتك يا برج العزراء انك تهتم بحالك وبصحتك وبحياتك الاجتماعية وتاخد وقت لتعمل توازن لطاقتك والحياتك وتحمد الله وتشكره وتمتن لما لديك وتطلب المساعدة من الله تعالى العالي الكافي في اي موقف كنت فيه حتى اذا كنت في مفترق الطرق فاعمل الشيء اللي بتشوفه مناسب وهالشيء كافي حاليا يا برج عزراء ان شاء الله رح يكون حين